طبعا الكبد هو أكبر الأحشاء حجماً يشغل المراق الأيمن أو الربع العلوي الأيمن من البطن تشريحياً الكبد في عنا فص أيمن كبير وفص أيسر صغير ويفصل بينهما الرباط المنجل هذه الوجه الأمامي الأملس للكبد على الوجه الخلفي في عنا مسكن للمرارة وفي عنا الوريد الأجوف السفلي الأورذة الكبدية أو الأورذة فوق الكبدية الثلاثة تصب في الأجوف السفلي واللي مباشرة بصب في الأذين الأيمن للقلب وفي عنا في سرة الكبد أو بوابة الكبد يدخل الشريان الكبدي ويدخل وريد الباب وتخرج القناة الصفراوية الجامعة تخضية الكبد التروية الدموية 70% من وريد الباب وريد الباب بيجي من اجتماع الوريد الطحالي والوريد المساريقي العلوي طبعاً بيمرعب معنا بعدين ببحث الدوالي وريد الباب إذن وريد الباب بيحمل الدم الغني بالغذيات من السبيل الهضمي بيشكل 70% من تروية الكبد أما الشريان الكبدي بشكل 30% من تروية الكبد هو يعني بيحمل القسم الأكبر من الأكسجين إلى البرانشيم الكبدي طبعاً الكبد قناة عبارة عن فص أيمن وفص أيسر هذه ظاهرياً يفصل بينهما الرباط المنجلي وظيفياً الكبد عبارة عن 8 قطع لكل قطعة التروية الدموية والتصريف والصفراوي المستقل 8 قطع مرقمة حسب عقارب الساعة والقطعة الأولى هو فص المربع وبعدين عنا 2-3-4-5-6 في الأسفل ونرجع من اللفة الأعلى 7-8 إذن تقسيم الكبد إلى 8 قطع وظيفية لكل قطعة يعني التروية الدموية والبابية والتصريف الصفراوي المستقل طبعاً هذا التقسيم الوظيفة مهم من أجل زراعة الكبد إذن تقسيم الوظيفة للكبد بحسب التروية الدموية هذا كلام اللي حكينا نسيجياً بناء في الكبد يقسم إلى فصوص وكل فص يأخذ شكل سداسي بهالشكل في مركز كل سداسية من شوفهم إلى اليمين الصورة الأكبر في مركز كل سداسية أو كل فصيص كبد في عنا وريد مركزي والأوردة المركزية تنتهى بالوريد الأجواف السفلي في محيط كل فصيص في الزوايا الستة للمسدس في عنا المسافات البابية نسميها المسافة البابية فيها فرع من وريد الباب ركزوا على الصورة المكبرة على اليمين فرع من وريد الباب وفرع من الشريان الكبد وفرع من القناة الصفراوية وبين المسافات البابية والوريد المركزي في عنا حبال من الخلايا الكبدية أو الهيباتوسايتس مثل قطبان العجلة مصطفي بشكل شعاعي إذا الخلايا الكبدية على شكل شعاعي تمتد من الوريد المركزي وإلى المسافات البابية الستة في محيط الفصيص الكبد له دروية دموية مزدوجة يعني وريد الباب والشريان الكبدي كلاهما يحمل دم قادم إلى الكبد بخلاف غير أحشاء أن الوريد بيكون دم صادر لا وريد الباب بيجيب دم وارد وأيضا الشريان الكبدي وشافين بالصورة هون كيف عبي يمتزج ضمن الفصيص الكبدي دم الشريان الكبدي مع دم وريد الباب وهاي الدم ضمن الجيوب ضمن الفصيص الكبدي هي اسمه أشباه الجيوب الكبدية إذا الفصيص الكبدية حبال من الخلايا الكبدية تفصل بينها أشباه الجيوب الكبدية وأشباه الجيوب تحوي مزيج من دم وريد الباب ودم الشريان الكبدي طبع الأكسجة بتكون في محيط الفصيص أعلى وفي مركز الفصيص بتكون أقل وفي النهاية يصب الدم كله إلى الوريد المركزي للفصيص الصفراء اتجاه سيرة بعكس اتجاه الدم إذن الدم يسير من المحيط إلى المركز الصفراء يتم إفرازها من مركز الفصيص وتسير إلى المحيط وقلنا عن سرة الكبد يدخل دم وريد الباب والشريان الكبدي وتخرج الصفراء إذا مركزين هون ضمن أشباه الجيوب هذا الوريد الكبير بمنتصف الصورة في خلايا هيك متعددة الاستطالات هي نسميها خلايا كوبفر هي خلايا مناعية مهمة تسكن في أشباه الجيوب الكبدية وإلى دور مناعي مهمة هاي تمثيل أوضح إذن في عنا الوريد المركزي في مركز الفصيص وفي محيط الفصيص المسافة البابية فيها فرع للشريان الكبدي ولي وريد الباب والقناة الصفراوية الشريان الكبدي وريد الباب عم بيصبه الدم في هاي أشباه الجيوب الكبدية ويسير الدم من المحيط إلى المركز ليصف الوريد المركزي الخلايا الكبدية مصطفة على شكل شعاعي مثل قطبان العجلي تمتد من وريد المركز إلى محيط الفصيص الخلية الكبدية إلى قط بين قطب بنسميه دموي مواجه لأشباه الجيوب الكبدية وقطب صفراوي مواجه لفروع القنيات الصفراوية تمام؟ إذن قطب دموي يواجه أشباه الجيوب الكبدية وقطب صفراوي للخلية الكبدية يواجه القنيات الصفراوية الدقيقة إذا مندقق أكثر على صورة قناة الصفراء هاي اللونة أخضر شايفين كيف المحيط مقسم لمربعات أني قناة الصفراء فيه إلى هون ظهارة لكن الفروع الدقيقة بين الخلايا الكبدية هاي القنيات أو البلياري كاناليكيولاي هاي ما إلى ظهارة وإنما تنشأ بدايات إفراز الصفراء فيه تباعد أو فراغات بين الخلايا الكبدية هاي البلياري كاناليكيولاي ظهارته هي خليتين كبديتين متجاورتين لهالشي لما بصير عنا التهاب كبد لأي سبب وبتتوذم الخلايا الكبدية بصير عنا احتباس للصفراء في عنا التهاب الكبد أ أبو صفار الشائع المعروف فيه له نمط اسمه النمط الركودي لما بيكون الالتهاب شديد وبتوذم الكبد نتيجة هالوظمة تحتبس الصفراء في الكبد في عنا مصطلح نسيجة مهم هو مسافات دي سي نحن عنا هاي أشباه الجيوب الكبدية وإلى بيطاني خاصة وقمنا ضمن البيطاني في خلايا مناعي اسمه خلايا كبفر وبتواجه أشباه الجيوب حبال بين الخلايا الكبدية بين الخلايا الكبدية وأشباه الجيوب هالمسافات الخلالية الكبدية منسميها مسافات دي سي أو دي سي سبيس هاي المسافات بتنفيها تبادل الأكسوجين والتبادل المواد الغذائية ونواتج الاستقلاب بين دم أشباه الجيوب الكبدية والخلايا الكبدية وهاي مسافات دي سي هي يلي بيصير فيها التليف في سياق أمراض الكبد المزمنة هذا السلايد كتير مهم لفهم أمراض الكبد عموما أنا بكل صراحة ما رح جيب لكم سؤال تشريح أو نسوج بمادة داخلية لكن ضروري نركز هالمحاضرة لأنه أساس للأربع خمس محاضرات القادمة إذن القنيات الصفراوية البدئية ما إلى ظهارة وبالتالي معرضها للانسداد واحتباس الصفراء عند توظم الخلايا الكبدية لأي سبب التهابي مسافات دي سي هي المسافات الخلالية بين الحبال الخلوية الكبدية وأشباه الجيوب الكبدية واللي بتم خلاله تبادل الغذيات والأكسوجين ويلي هي أول المناطق تأثرا بتليف الكبد الطرق الصفراوية بدأت مر معانا لاحقا في محاضرة المرارة القنيات الصفراوية اللي بتنشأ من الكبد وبتلتقى في قنيات بين الفصوص في محيط الفصوص الكبدية تلتقي في فروع أكبر وأكبر ليخرج عنا بالأخير قناتين كبديتين يمنى ويسرى قنات بين كل فص كبدي قنات كبدية يمنى وقنات كبدية يسرى تبعوا على الصورة يلتقوا بشكل عنا القنات الكبدية الرئيسية والمرارة عبارة عن حويصل فقط لتخزين الصفراء المرارة ما تفرز الصفراء فقط بتخزن يصدر عن المرارة قنات مرارية وتلتقي القنات المرارية مع القنات الكبدية الرئيسية بشكله شيء اسم القنات الصفراوية الجامعة القناة الجامعة تلتقي مع القناة المعتكلية ويصبه مع بعض ضمن مجال فاتر في القطعة الثانية للاثني عشر أثناء فترات الصيام الصفراء تفرز من الكبد وتصعد إلى المرارة وتخزن في المرارة بعد تناول الطعام تتقلص المرارة وتنفتح فتحة المرارة عبر دسام اسمه دسام هستر ويتم إفراز الصفراء إلى العفاج لتساهم في الهضب لذلك لما من نصور المريض المرارة بالإيكو من وسط المريض يكون صائم مشان تكون المرارة متوسعة ونقدر نصورها بوضوح طبعا وظائف الكبد لا تعد ولا تحصى أهم وظيفة للكبد هي الاستقلاب الاستقلاب ميتابوليزم يشمل مصطلحين الهدم والبناء يعني بتنب الكبد تفكيك السموم أو الأدوية وأيضا يتم بناء والتخزين الجليكوجين والدهون والصنع البروتينات الكبد أيضا إلى دور مناعي عن طريق خلايا كوبفر الموجودة بأشباه الجيوب الكبدية إلى دور مناعي مهم أفراز الصفراء أيضا إلى دور مهم في عملية الهضم الكبد منعرف بالمراحل المبكرة من الحياة الجرينية بيساهم بتشكيل الدم بينما ينضج نقي العظام ويتولى هالمهمة أهم الاستقصاءات المفيدة في دراسة أمراض الكبد نحن ما نتكلم على الشيء النوعي يعني أكيد مريض اللي أنا شيكيك عنده مشكلة كبدية ما نعمله تحاليل عامة وتحاليل سكر والشحوم ووظائف كلية وتعداد دم لكن نحن ما نركز على التحاليل النوعية في عنا تحاليل اسم ناقلات الأمين عنا أنزيمين أساسيين ال-ALT أو اللي كان يعرف سابقا باسم S-J-P-T وال-A-S-T أو S-J-O-T هذه أنزيمات موجودة ضمن الهيباتوسايت ضمن الخلايا الكبدية تساهم في وظائف معينة في دورة البولة فعند ما بيصير عندنا تنخر في الخلايا الكبدية لأي سبب تتحرر هذه الأنزيمات إلى الدم وبالتالي ارتفاع مستواها بالدم يدل على تنخر في خلايا الكبد لأي سبب طبعا هاي الأنزيمات موجودة بالتراكيز ضعيفي في أنسيجي تانية مثل عضلة القلب والعضلات الحمراء وخلايا الدم إلى آخره فممكن ترتفع بشكل بسيط جدا بشكل غير نوعي في أمراض أخرى لكن لما نشوف ناقلات الأمين الكبدية مرتفعة أكتر من ثلاث أضعاف لحد الطبيعي خاصة لحد الطبيعة هو 45 وحدة بالديسيلتر فغالبا بتعبر عن مشكلة كبدية إذن الآلت والآست ارتفاع نعبر عن مشكلة على مستوى الخلايا الكبدية أمراض الكبد عموما نحن ما ناخدها بالتفصيل إما أمراض التهاب خلايا كبدية أو أمراض ركودة أمراض الطرق الصفراوية دلائل الركود الصفراوية أهم الأنزيمات هو الفوسفاتاز القلوية يعني لما في عنا التهاب أو تليف مناعي بالطرق الصفراوية انسداد الطرق الصفراوية بورم أو بحصار ترتفع أنزيمات الركودة الصفراوية أهم على الإطلاق هو الألكالين فوسفاتاز وفي تحليلين آخرين قليل ما نطلبهم بالممارسة العملية الجمع جي تي والفايف نيكليو تي ديز هاي أنزيمات ارتفاعة بيدل على مشكلة ركودية في الكبد والأمراض الركودية ما ننعد عليها بالتفصيل كلها إن شاء الله أما البيليروبين ممكن يرتفع لانحلالات الدم تعرفوا انحلال الدم بيرفع البيليروبين غير مباشر وممكن يرتفع بالأمراض الكبدية بنوعيها الانسدادية الركودية وأيضا التهاب الخلايا الكبدية وبالتالي ارتفاع البيليروبين ما بيميز يعني قيمة بيليروبين الدم هل هذو اليرقان التهاب كبد ولا يرقان انسدادية أنا كيف بريميز البيليروبين إذا كان انسدادية ولا التهابية منشوف الالت كان ضعف ارتفعيد والفوسفاتاز القنوية كان ضعف ارتفعيد إذا تحليل واحد ما بيعطينا جواب نحن بنطلب عدة تحاليل إذا كان الارتفاع أشد على مصر وناقلات الأمين نتوجه نحو مجموعة أمراض التهاب الخلايا الكبدية أما إذا كان الارتفاع أشد في الفوسفاتاز القنوية نتوجه نحو مشكلة ركودية دلائل فقر الدم الانحلالي في عدة شذوذات مخبرية تانية غير ارتفاع البيليروبين غير مباشر تاخدوه بأمراض الدم منحلال الدم نشوف ضخام الطحال ارتفاع الالدي اتش فممكن نشوف طعم بيليروبين غير مباشر الفوسفاتاز القنوية بتكون طبيعية بمشاكل الدم في نقص بأنزيم اسمه الهاتوغلوبين يعني في عدة مؤشرات لمرض الدم الانحلالي فنحن ندرس المريض بشكل متكامل التحليل واحد صعب بالطب يعطينا جواب اذا نحن قلنا التحاليل السابقة بتدل على اذية كبدية اذية خلايا كبدية اذية طرق صفراوية اما الوظيفة التصنيعية للكبد طبع الكبد بيصنع البروتين والجليكوجين والشحوم نحن اساسا منعتبد على تحليلين اثنين على الالبومين وعلى الانر الالبومين هو عبارة عن اهم البروتينات يلي بيصنع الكبد ولكن الالبومين له عمر نصف طويل في المصل فنقص الالبومين بدل على امراض الكبد المزمنة طبعا في اسباب كثيرة لنقص الالبومين ضياع البروتين بسبب كولوي تناظر النفروز او سوق تغذية لكن في امراض الكبد لما تكون مشكلة المريض الكبدية الالبومين بينزل في المراحل المتأخرة لان عمر النصف طبعه طويل اما عوامل التخثر يلي هي كلها بروتينات نحن منقيس فعالية التخثر بتحليل INR فهذه عمره ساعات وبالتالي بالتهاب الكبد الحاد نحن ما ناخد فكرة عن شدة تأثر الكبد بالالتهاب تحليل INR هو اللي بيخدمنا مريض الابو صفار مريض التهاب الكبد الحاد انا لما بطلب له INR مو مشان خطر النزف وانما مشان نشوف بيعطينا فكرة عن سوء الانذار الى اي درجة تضرر الكبد وتوقفت العملية التصنيعية في الكبد اذا الـ INR كمعبر عن البروتينات التخثر قصيرة العمر يعبر عن أذية الكبد الحادة والالبومين يعبر عن أذية مزمنة في الكبد ضعف القدرة التصنيعية للكبد تمام مسموع الصوت ايه تمام حكيم مسموع طبعا بتشوفها بالمقرر التحالي بيحطوا احتمالات كتيرة وامت بيرتفع بالآلاف وامت بيرتفع بشكل بسيط والحالات الشازة نحن هاي الحالات التفسير التحالية بتمر علينا مرض مرض بعدين ترجعوا لأول محاضرة بتلاقوها سهلة فهاي المحاضرة داخلة ضمنا بالمحاضرات التالية ولكن ما بجي منها سؤال مباشر بالنسبة للاستقصاءات التصويرية الخاصة بالكبد الأكثر استخداما وأول استقصاء بنطلبه هو الإيكو طبعا اليوم عنا الإيكو هاي شايفين هو إجراء بسيط ما في كلفة ما في تعرض للأشعة الإيكو نتوفر في كل العيارات تقريبا يعني ما عد فينا نسأل إني إينا مريض بنصوره على الإيكو إينا مريض لا أي مريض بيدخل على العيادة الداخلية عب يتصور إيكو بطن خاصة إذا كان عيادة هطمية وكتير حالات يعني شفنا آفات بالصدفة مريض عب يجعب مشكة من حرقة بالعوم بنعمل إيكو بطن نلاقي حصات مرارة أو كتلة على الكبد أو أو فالإيكو إذن استقصاء مهم ومتوفر في العيادات اليوم بتلاقوا باب في كل المراجع الآفات الكبد المكتشفة بالصدفة يعني الإيكو صار يتصور حتى بدون أي عرض وبالتالي عب يكشف إنا كتير آفات لا عرضية الإيكو بيعطي فكرة عن بنية الكبد المرارة طرق الصفراوية الطحال إذا في عنا سائل حرف البطن رح نعرض أمثلة على الصور الآفات اللي بشوفنا إياها الإيكو هاي عنا مقطع سهمي على مستوى الخط الناصف يعني ما نتخيل مريض مستلقي على ظهره طبعا البطن هو الأعلى الصورة والظهر في الأسفل ونحن واقفين إلى يمين المريض وعم نطلع على جنب تمام إذن هاي مقطع جانبي أو مقطع سهمي نحن عم ننظر من جانب المريض فهون عم نشوف الكبد هذا المقطع يلي بيطالع عندنا الكلية بكامل طولة بهالشكل على امتداد هالسهم الأصفر بناخد أكبر قطر هذا القطر يلي عن إيكو مقول الكبد مضخم أم لا هذا ليس القطر الأقصى للكبد القطر الأقصى للكبده بيكون معترض لكن الاصطلاح على الإيكو نحن بناخد مقطع سهمي على الخط الناصف ومنقيس المحور المجاور إلى الكلية إذا كان أكثر من 14 سنطين يقول فيه مخامة كبدية نحن أيضا نقارن صدوية الإيكو هاي النسيج الكبدية هذا طبيعي طبعا هاي الصورة طبيعية مع الكلية شايفية الكلية إلى قشر وإلى لب فإذا كان فيه تشحم كبد بيظهر لون الكبد بالأبيض مقارنة بقشر الكلية الأسود هذا الفراغ بين الكبد والكلية هون بيتجمع الحبن أو السائل الحر وممكن نكشف برايات تجمع الحبن اسمه جيب موريسون جيب موريسون فراغ بين الكبد والكلية هون بيتجمع سائل الحبن هاي عنا مقطع في مستوى الشترسوف هاي الصورة أول صورة منحطها على الكبد عن تصوير المريض طالع الصورة عندكم يا حكيم تمام هاي هذا مقطع سهمي بمستوى الخط الناصف للترقوي هون نسيان كلمة الترقوي أنا بالكتابة مو خط الناصف للبطن الخط الناصف للترقوي هون كأني أنا عبنظر للمريض من الجانب تمام أنا عبنظر من الجانب الأيمن للمريض عنا أعلى الصورة هو البطن والأسفل هو ظهر المريض إلى اليسار الرأس وإلى يمين الصورة من جهة قدمي المريض تمام نعرف الكبد فوق الكلية اليمنى بهذا المقطع هذا السهم الأمام كل الأسفر لما بيقللنا على الإيكو قطر الكبد 12 أو 13 أو 14 سنطة هذا القطر المعتمد يعني فيه اصطلاح محدد أنا لما بدقيس قطر الكبد على الإيكو بدقيس المحور بهالمكان منظر جانبي للكبد محور مجاور للكلية لأن إذا قصت المحور من زاوية مختلفة بحصل على قياس مختلف فهذا المحور الموحد بين أطباء الأشعة لقياس قطر الكبد إذا كان أكتر من 14 سنتيمتر هم يقول فيه ضخامة كبدية منا نبحث عن سببه شباب هاي الصور كلها للاطلاع بس مشان نعرف وظيفة الإيكو ما رح خلقكم الكبد متضخم إذا أكتر من 14 أو 15 سنتيمتر إذا هذا المقطع بيعطينا فكرة عن قطر الكبد إذا فيه ضخامة أم لا إذا كان الكبد لونه أبيض زيادة مقارنة بقشر الكلية المجاور معناته أنا عندي تشحم كبد عنها هاي الكلية إلى لوب أبيض وقشر أسود على الإيكو وصدوية قشر الكلية مقاربة لصدوية الكبد الطبيعي فإذا كان فيه عندنا تشحم بالكبد بيظهر لون الكبد بالأبيض رح نعرض له صورة بين الكبد والكلية بالوضع الطبيعي ما في سائل فإذا صار عندنا حبن أو استسقاء في الكبد ممكن نشوف في المراحل الباكرة تجمع سائل في الفراغ بين الكبد والكلية يلي منسميه جيب موريسون ورح نعرض له صورة بعد شوي هاي مقطع آخر للكبد هون تقريبا بمستوى الشرصوف وعننا الأوردة الفوق الكبدية لثلاتة أيسر والمتوسط وعننا الأيمن فعن الفص الكبد الأيمن كبير والفص الأيسر صغير والأوردة الكبدية لثلاتة عم تصب على الأجوة في السفلة IVC هون في مرض اسمه بود كياري اللي هو خثار بالأوردة فوق الكبد يسبب انسداد وإعاقة للتصريف الوريدة للكبد وبالتالي احتقان في الكبد فهون الإيكو ممكن يكشف انها خثار الأوردة فوق الكبدية هذا مقطع أيضا مهم هذا مقطع تقريبا يعني مائل نحن بنحط البروب على الحافة الضلعية ونحاول نطالع هالزاوية فهذا ما فينا نقول طولي أم عرضي هذا مقطع مهم شايفين هون أول شيء الـ IVC الأجوة في السفلة كيف تقريبا ضمن الكبد عاب يصير هون عنا عنق المرارة واريد الباب ومجاور له القناة الصفراوية الجامعة إذا كان أي مريض أول شيء المرارة لما بننصوره بننركز يطلع معانا العنق لأنه ممكن تكون حصات منحشرة في عنق المرارة عب تعمل الألم أي مريض عنده عائق انسدادي حصات أو ورن بنكرياس بدأت تتوسع القناة الجامعة شايفين هون رفيعة مثل الشعرة فوق وريد الباب فمنشوفها أوسع من وريد الباب الإيكو قد لا يكشب حصيات القناة الجامعة لكن الإيكو ممتاز في كشف توسع القناة الجامعة فدائما على أي تقرير إيكو للكبد لازم طبيب الأشعة يكتب الطرق الصفراوية داخل الكبد غير متوسعة يعني لازم يقل أني صورت الطرق الصفراوية وشفتها طبيعية إذا متوسعة بيكتب متوسعة يعني ما بكفى يكتب الشزوز لازم يكتب تم تصوير الطرق الصفراوية وبدت غير متوسعة لأن التوسع غالباً بيدفعنا للبحث عن عائق انسداري طبعاً شايفين بالمقطع القناة الجامعة ووريد الباب أما الشريان الكبدي ما بيظهر نهائياً على التصوير بالإيكو نحن بنشوف فقط الأوردة فوق الكبد وفروع وريد الباب أما الشريان الكبدي لا يظهر أبداً بالتصوير بالإيكو الطرق الصفراوية داخل الكبد ما بتظهر إلا إذا كانت متوسعة القناة الصفراوية الوحيدة بنشوفها هي بداية القناة الجامعة وأي طرق صفراوية تظهر في الكبد هو بيكون شذوذ وبيدل على عائق انسدادي هاي نفس الصورة اللي عرضناها أول شي مظهر جانب الكبد وبجواره الكلية إلى اليسار الصورة A طبيعية لون الكبد مقارب للون الكلية إلى اليمين شايفين لون الكلية أسود قشر الكلية ولون الكبد أبيض أشد بياضه بمشكل واضح من الكلية وهذا المريض عنده تشحم كبد تمام؟ تمام لا هون شباب دكتور بس في ع الصورة لا حكي تمام ع الصورة ايه ما في تناسق بالنسيج إنه في سواد كمان هذا طبيعي؟ ملاحظة كويسة هذا الظل الأسود الظل الأسود على الكبد صاير البروب فوق الأضلع فهاي كساتة عطيت أعظام القفص الصدري الأيكو طبعا ما هو صورة ساتة صورة متحركة بيد الطبيب الفاحس فهاي ظل الأضلع في ظلين بينما على اليمين هون المريض أخذ نفس منيح فنزل الكبد تحت المسافة الضلعية كانت الصورة أفضل هون عنا هالبؤر السوداء طبعا نحن نقول عالي الصدوية إذا كان أبيض ومنخفض الصدوية إذا كان أسود ففي عنا عدة بؤر مخفضة الصدوية تعبر غالبا عن انتقالات إلى الكبد طبعا نحن حتى تأكد أن انتقالات ماي مثلا عقيدات سليمة القاعدة بتقول تيشو إزايش يعني العبرة بالخزعة ممكن بالإيكو أخذ خزعة موجهة هاي طبيب الأشعة المحترفة بياخدها بياخدنا عينة منها الكتلة والفحص النسيجة بيحسم الطبيعة النسيجية إلى لكن هون الموقع اللي أخذ من الصورة لقول هاي متس هاي بتستازس أو انتقالات هاي صورة لتشمع الكبد مرض مهم أن ناخده شايفين كيف حواف الكبد أول شيء مشرشرة غير منتظمة والكبد هاي مشوش الصدفي أبيض وأسود طبعا الكبد ما إلا البياض يعني الصدوية مرتفعة ولكن غير متجانسة وهاي طبقات جدار البطن في الأعلى والسائل على الإيكو بياخد لون أسود شايفين في عنا هون فراغ سائل بين جدار البطن والكبد هاي سائل حر اللي هو منسميه الحبن السايتس هاي في سياق تشمع الكبد بنا ندرسه بالتفصيل هاي صورة مهمة نفس الصورة السابقة إذا الكبد يبدو بصدوية مرتفعة لونه أبيض وحواف الكبد مشرشرة وغير منتظمة كيتبين نوديولر ليفر أو كبد عقيدي حوافه مشرشرة صدويته مرتفعة وفي عنا هذا السواد أعلى الكبد هو سائل حر أعلى الكبد وأيضا وحش الكبد سائل حر وعنا هذا الجوف هو المرارة إذا ملاحظين جدار المرارة متسمك ومتوزن بس هذا مو التهاب مرارة وإنما سماكة ارتكاسية في جدار المرارة يعني بالعامية جدار المرارة مفنش بسبب الحبن وهاي عنا السهم هون أشعب يساوي دكتور الإيكو عم بيقيس قطر وريد الباب هذا وريد الباب والقناة الجامعة فوقه تكاد لا تورا طبعا في تشمع الكبد بيصير عنا شيء اسمه ارتفاع توتر وريد الباب بارتفاع توتر وريد الباب بيتوسع قطر وريد الباب وبتقل سرعة الجريان فجزء روتيني من التصوير طبيب الأشعة يقيسلنا قطر وريد الباب ويقيسلنا سرعة الجريان تصوير جريان الدم هي تقنية خاصة بالإيكو اسمها إيكو دوبلر بتصورنا وريد الباب والأوردي فوق الكبد بتشوف سرعة الجريان وبتشوف إذا فيه خطرات بالأوردي تحت الكبد أو فوق الكبد إذا في فرط توتر وريد الباب يتوسع قطر وريد الباب وتنخفض سرعة الجريان وهاي المؤشرات منقيسة على الإيكو دوبلر هاي الآفة بالعامية نسميها الشامع الكبد أو هيمنجيومة شايفين هون كبد كويس ما في شيء إلا هالبقعة البيضاء هاي هيمنجيومة صغيرة أحيانا الصورة بالأسفل بتكون هيمنجيومة كبيرة نسميها جيانت هيمنجيومة هيمنجيومة آفة سليمة ما بتحمل أي ميل للكباتة ولا تحتاج إلى أي متابعة والصورة فوق من نوه إن هذا طبعا هاي الدائرة السوداء في أقصى الزاوية السفلية اليومنا للصورة هو الأجوى في السفلي ونحن هذا الفصل أيمن للكبد وهذا الوعاء الكبير هو وريد الباب والشعر السوداء الرفيع الفوق وهي القناة الصفراوية الجامعة والصورة طبيعية بالكامل فيما عدا الهيمنجيومة هاي هاي مريض إذا أجانا على العيادة وشفنا الهيمنجيومة ممكن مباشرة بالإيكو نحسم إن هاي هيمنجيومة ولا يحتاج المريض إلى أي متابعة أخرى هاي متل ما مكتوب أمانكن كيسات الكبير قد تكون كيسات بسيطة وقد تكون كيسات محجبة متعددة الأجواف طبعا كيسة بهالحجم تحتاج إلى استقصال جراحي ثم بعد عالتشريح المرضي وغالبا هاي كيسة سليمة وهون عنا آفة كيسية كيسة وحيرة قد تكون كيسة مائية أو خراجة كبير أنا ببيل إنها تكون خراجة لأن الجدار سميك طبعا نحن من خلال حالة العامة للمريض إذا في حرارة وارتفاق وريات بيض هاي بتمشي مع الخراجة أكتر أيضا عنا هون وريد الباب عفوا المقطع العرضي هذا الأجواف والمقطع الطولي اللي عب يصير بالعرض هو وريد الباب وفوقه هالشعرة الرفيعة هي القناة الجامعة هل دائرتين الصود صغار فوق الكيسة إن فروع لا إيش فروع لوريد الباب قلنا في الكبد الطبيعي منشوف فقط فروع وريد الباب والأورد الثلاثة فوق الكبد الشريان الكبد لا ترى فروعه أبدا بأي حالة طبيعية أو مرضية والطرق الصفراوية ما عدا القناة الجامعة أي مشاهدة للطرق الصفراوية بالكبد يدل على توسع مرضي فيها الإيكو لاغين عنه في تقييم المرارة هاي عنا المرارة وفيها العديد من الحصيات وشايفين السواد تحت الحصيات لأنها عم تحجب موجة الإيكو الحصيات عم تعكس الموجة فوق الصوتية وعم تحجبها فهذا من سميه شادو أو ظل حصوي إذن هاي حصيات متعددة في المرارة وعنها القناة الصفراوية قناة الجامعة الشعر الرفيعة غير متوسعة لو كانت متوسعة المريض بده ERCB لتنظيف القناة وبعدين استقصال للمرارة الإيكو ممتاز في تشخيص حصيات المرارة على فترة الإيكو أفضل من الطبق المحوري في تشخيص حصيات المرارة الحصيات على الطبق إلى نفس كثافة الصفراء ممكن ما يشوفها الطبق أما على الإيكو حساسية الإيكو أكتر من 95% لكشف حصيات المرارة أما حصيات القناة الجامعة الإيكو يعني متوسط الجودة بكشفه ولكن الإيكو ممتاز في كشف توسع القناة الجامعة فصلنا شوي بصور الإيكو لأنه لا غنى عنا في تقييم أي مريض كبدي أنا ما ببعث مريض الكبد على الطبق أو على ERCB أو على غيره إلا ما يكونوا مصوره على الكبد طبعاً الطبق أو الرنين طعفه بياخد مقطع عرضي فبيصورنا أحشاء البطن بالكامل فممكن مريض لأنه شفت عنده كيسة عمت له طبقي مع حقم مادة ظليلة فشفنا سماكة في جدار الكيسة هالسماكة الفضية هون هاي بتمشي مع أني هاي كيسة هاي خراجة وليست كيسة بسيطة أذا نتبع على المقطع العرضي على الطبقي نحن نتخيل المريض متشطح على ظهره ونحن واقفين عند قدمين المريض وعن نطلع تمام؟ نحن ننظر من الأسفل فاليمين يمين المريض هو إلى يسار الصورة ويسار المريض إلى يمين الصورة عنا هادي الكبد ضمنه خراجة وعنا إلى يسار صورة الطحال عبي طلع عندكم السهم ايه دكتور واضح السهم ايه السهم عبي شرعة الطحال وهاي الكبد وهذا الجوف هو ايه المعدة والمعدة فيها مادة ظليلة المريض شربان مادة ظليلة وعنا هالعضو الرخو هون الأفق فيه منتصف الصورة هو البنكرياس وعنا هذا الشريان الأبهر وهالبنيتين الرماديتين على جنبين الأبهر هذين سويقتي الحجاب الحاجز هاي سويقة وهاي سويقة وعنا هذي الأجوة في السفلي وأخيرا هذور الكليتين كليا اليمنى تحت الكبد وكليا اليسرى مجاورة للطحال هون شيء الوحيد الموطة بيعي هالآف الكيسية في الكبد وجدارها متسمك ومتوزم شوي وما عبتاخد المادة الظليلة فهاي بتعبر عن خراجة كبدية أما هون هاي كيسة بسيطة شايفين ما في أي فعالية على مستوى الجدار هذا الكبد إلى اليسار والطحال إلى يمين الصورة أو يسار المريض طبعا هون كتبين لكم آر رايت يمين المريض والليفت وهون المسافة بالمليمتر 50 مليمتر الطحال الكبد وعننا بيناتهم المعدة مليئة بالمادة الظليلة المريض شربان مادة ظليلة وطالع عنا الأبهر وسويقتين الحجاب بهذا المقطع ما نبين عنا الكليتين ولا البنكرياس إسه مقطعون لتحت شوي هون عنا آفات دائرية متعددة مختلفة الأقطار نسميها منخفضة الكثافة على الإيجو كنا نقول صدوية بالطبقة منقول كثافة منخفض يعني أسود ومرتفع يعني أبيض بالتصوير إذا منخفضت الكثافة يعني آفات على الطبقة اللي هنا عاطعة سواد هاي بتعبر عن انتقالات ورمية إلى الكبد وعنا هاي الأبهر وسويقتين حجاب على جنبي الأبهر وهاي الكلية وهاي الشريط الأبيض طبعا الكلية اليمنى غير مشاهدة الكلية اليمنى لأن مستواها أعلى من عفوا أخفض من الكلية اليسرى هالشريط الأبيض بين سويقة الحجاب والطحال هو الغدة الكزارية اليسرى وهاي البنية النجمية هي مقطع في المعدة هو المريض مانو الشربان مادة زريرة إذن انتقالات متعددة إلى الكبد في على قناة الدكتور ممدوح محفوظ هذا رئيس قسم الأشعة بجامعة الإسكندرية في مقاطع مميزة لشرح الطبق المحوري للبطن سويبوا على كل رابط القناة استفدنا مننا كتير طيب إذا كان الطبقي بيعطينا كل هالفوائد أشو فائدة الرنين الرنين دائما أدق من الطبقي في تصوير النسج الرخوي فهون مثال كيف تفوق الرنين على الطبقي الصورة إلى اليسار طبقي محوري المريض عنده كبد متشحم وبالتالي لون الكبد أبيض الصورة على اليمين لنفس المريض فيه على الرنين المغناطيسي تقنية اسمها حزف الشحم رقميا بيحزف النسج الشحمي فلما حزف الشحم تبين أن الكبد مليء بالنقائل الورمية وهي نقائل كلها ما كانت ظاهرة على الطبقي بسبب أني مخبيها النسيج الشحمي فلما أنا حزفت الشحم من برنامج الصورة معالج الرنين على لجل الصورة تبين أن الكبد مليء بالنقائل الورمية الرنين يتفوق بشكل كبير على الطبقي في تقييم النسج الرخوي أيضاً نحسن نحن بالرنين نحزف الأحشاء ونخلي بس الطرق الصفراوية هاي الشجر الصفراوية صاعدة للأعلى والقناة البنكرياسية هذا الفرع اللي أفق الرنح الساعة 3 فهون رسمنا المرارة والطرق الصفراوية والبنكرياسية طبعاً هاي البنية هاي المشارشرة هون هاي العفاج فهاي التقنية اسمه MRCP MR يعني رنين ماجنتيك ريزونانس وC بترموز لكولانجيو يعني طرق صفراوية وP بانكرياتوغرافي فالMRCP هو برنامج خاص بالرنين لتصوير الطرق الصفراوية والبنكرياسية لكن المرCP استقصاء غير باضع مجرد تصوير أما التصوير الباضع للطرق الصفراوية هو يلي منسميه ERCP E من اندوسكوبي يعني عبر التنظير ERCP بهالشكل شايفين منظار داخل من المعدة إلى العفاج هون دخل للعفاج وصل له مقابلة الحليمة هون ميجا الفاتر وعننا القناة المرارية عم بتصب والقناة البنكرياسية من قابل الحليمة وبعدين بيدخل سلك خاص عبر المنظار ويقوم بقطرة الحليمة والدخول إلى القناة المرارية لإجراء استقصاءات تصويرية وعلاجية فالR بمعنى ريترو لأنه نحن عم نسعد صعود والصفراء نازي نزول فنحن عم نسير بالطريق الراجع إذن E اندوسكوبيك أنا دخلت المنظار الR ريترو جريد لإني وقستار صعد بعكس سير الصفراء والCB هي نفسه كولانجيو بانكرياتوغرافي أو تصوير الطرق الصفراوية والبنكرياسية إذن MRCB تصوير الطرق الصفراوية والبنكرياسية بالرنين المغناطيسي وهو إجراء تصويره عالي الدقة ولكن لا يسمح بأي تداخل علاجي بينما ERCB هو تصوير الطرق الصفراوية والبنكرياسية بالتنظير الهضمي بالطريق الراجع وهو إجراء يسمح ببعض التداخلات العلاجية طبعا الاستقصاء يعتبر باضح هاي الطبيب عنا عبيشتغل دخل المنظار عبيشتغل على شاشة التنظير متأكد أنه هو واقف مقابل الحليمة شايفين صورة الترسمية والحقيقية وأيضا في جنب الطبيب جهاز أشعة قوسي وانع الصورة مخبة ورا الطبيب في جهاز أشعة قوسي وعبيأخذنا صور شعاعية شايفين الإكس راي مونيتور وهون في عنا إذن أمام الطبيب شاشتين شاشة تنظير وشاشة أشعة المنظار بصار أمام الحليمة بيحكم مادة ظليلة وبصير شغلنا بالطرق الصفراوية على التوجيه الأشعة وفي شاشة ثالثة شاشة مونيتور هاي مهتم فيها طبيب التخدير عبر راقب العلامات الحيوية للمريض بشكل مستمر الإير سي بي بده فريق بده طبيب ومساعد وطبيب تخدير وفن أشعة على الأقل أربعة بفريق العمل إذا ما كان فيه عنا ممرضة إذا ما كان فيه مثلاً طبيب تخدير وفن فالإير سي بي يحتاج إلى فريق متكامل تداخل بالمنظار وبالأشعة يقوم بإجراء تصوير ظليل هاي الحليمة أو مجل فاتر كما تبدو بالمنظار وهذا القسطار السلك عبي يخرج من المنظار وعبي يدخل إلى الحليمة وهاي العملية نسميها قفطرة الحليمة نحن بس دخلنا القسطار إلى داخل الحليمة ونحسن بقى نصور ونعمل عدة إجراءات هنا القسطار دخل وحقاً الصبغاء والمادة الظليلة هاي القناة البنكرياسية طبعاً هاي الأسود هو ظل المنظار والعمود الفقري القناة البنكرياسية رايحة إلى الساعة 3 والقناة المرارية والشجرة الصفراوية عفوا القناة الصفراوية الجامعة عبتتقاطع مع المنظار عبتتروح لليمين وهاي الشجرة الصفراوية الطبيعية بكامل تفرعاتها وهاي عنا المرارة والقناة المرارية المرارة مليئة بالحصيات شايفين صورة المرارة على اليمين فيها العديد من عيوب الامتلاء المرارة هم مليئة بيئة الحصيات طبعاً نحن ممكن نعدي الألوان يطلع لون المنظار أبيض أو أسود هون إلى اليمين المنظار وهاي القناة الجامعة متوسعة وقناة الجامعة الطبيعية بتكون أرفع من المنظار فهون أعرض من المنظار متوسعة وهذه الفقاعات البيض فيها هي عبارة عن حصيات متعددة إذا حدا فيكم نشايف السلك هون طالع من رأس المنظار هالقوس هاد هدا هو سلك القطرة عبيدخل لهون ومنحكم صبغة ومنصور القناة الصفراوية هون نفس الصورة هاد المنظار أبيض وهاي القناة الصفراوية والفقاعات الصورة هي عيوب امتلاء عبارة عن حصيات بإمكاننا ندخل بالسلك ونحط شبكة ونسحب الحصيات إذا ما عملنا بس تصوير تشخيصي للقناة الصفراوية وإنما أيضا ساهم في سحب الحصيات وتنظيف القناة إذا كان في عنا تضيق بالقناة ممكن نوسعه إذا كان في عنا انثقاب أو ناسور بالقناة بعد عمل جراحي مثلا وعبت تسرب صفراء هم نحزن نحن نحط استينت أو شبكة يعني استوانة مشان تصريف الصفراء وأغلاق النواسير إذا الـ ERCB إلو استخدامات تشخيصية وعلاجية متعددة ولكنه إجراء باضح بيضمن تخدير وتنظير هضمي وتعرض للأشعار وبالتالي أنا ما بصير أعمل ERCB فقط من أجل التشخيص إذا كان الهدف بس التشخيص منعمل طبقي أو رنين لا إذا أنا عندي شك كبير إن في حصيات أو تضيقات بدأ علاج ندخل بالـ ERCB ومنمر على الأمراض اللي بتحتاج ERCB بالتفصيل فترجع بتنمعنا هالصور والحالات إن شاء الله إذن هاي قسطرة الحليمة هاي مرحلة بالنسبة لطبيب الهضمية تعلمة يعني في غاية الصعوبة ما إجراء بسيط أبدا وشكرا للاستماعكم عفوا دكتور لو سمحتك فاس بعد إذنك سؤال إيه تفضل دكتور لا في حال هاي حليمة كانت توزمي أو ما حسنا ندخل في المنظر أشهر لحل البديل ممكن نخزع الحليمة في شيء في اكسسوار اسمه سكين خازح حليمة عبارة عن سلك يعني كهرباء وبيقص الحليلة بينما تدفق الصفراء بنعرف القناة الصفراء وين طبعا هذا إجراء مرعب ممكن تسقب العفاج ممكن تسقب العفاج يروح في المريض هو دكتور أني في مريضة صار مع نفسها نفسها الحالي فيعني عملوا لأول شيء تنظير فما حسنا يفوتوا لأني متوزمي كتير فلغوا العملية ويقول هلأ المريضة يعني وضع كمام ويقول دوروا على حلي هلأ الـ ERCB بإيد أحسن خبير نسبة النجاح في قسطرة الحليمة 85% يعني فيه باب طبعا هو موضوع تخصصي يعني حتى اللي بيعمل تخصص هضمية ما بيتعلم ERCB لبعض الاختصاص ففيه باب خاص بالكتبة التخصصية اسمه difficult cannulation أو التعامل مع الحليمات يلي قسطرتها صعبة فممكن تحاول مرة ومرتين وتجرب بالسكين إذا ما مش الحال أحيانا بيكون الحال هو جراحة يعني ففيه فعلا يعني نسبة معتبرة من الحالات يلي ما بينجح فيها الـ ERCB سلام دكتور يعتك العافية الله يسلمك حكيم بعد ذلك سؤال ايه تفضل كيف من ميز في الإيكو بين التوزم جدعون خلوات الصفروية بين الالتهاب يعني بين التكاس وبين الالتهاب انت بدك الأعراض السريرية للمريض مو بس الإيكو أحيانا الإيكو بيعطي يعني توصيف وتشخيص تفريقي ما بصير الإيكو لحاله يعطينا تشخيص نهائي بشكل عام الصورة الشعاعية لحاله دائما بنعطي توصيف وعدة احتمالات فتصويريا نفس المنظر لأن الوزمة بجدار المرارة قد تكون ارتكاسية لسائل حرف البطن أو قد تكون التهابية فنحن الحالة العامة والتحاليل يعني الربط مع السريريات والمخبريات بيعطينا الجواب النهائي تمام حكيمة الله أعطي الله عاشي دكتور بعد إذنك بس سؤال زفين مجاد فضل دكتور هلأ الفرق بين الإيكو والطبق المحوري في الآفات مثلا آفات سرطانية أو الانتقالات على الإيكو والطبقي ناتور رح يظهروا بشكل غامط أو يعني يبقىها غامطة أو بالإيكو رح يطلع بشكل أبيض لا الانتقالات ممكن تكون يعني عليكم تقول عالية الصدوية أو منخفط الصدوية أو مختلط الصدوية حسب طبيعة الانتقالات مو دائما إلا لون واحد ممكن تكون بؤر بيضة أو صودة أو مختلطة أيوة تمام دكتور أما ما أتى على الطبق المحوري فلون موحد أو فر محدد لا ما في شيء محدد كمان يعني الطبقي بيكشف في شيء اسمه طبقي ثلاثة الطور بيحقون صبغة في الطور الشرياني طبعا لما بنحقون صبغة بتفوت مع الشريان بالأول وبعدين بتفوت مع الوريد ففي شيء اسمه طور شرياني وبعدين طور وريدي وبعدين طور الغسل يعني إيامة التنطرح الصبغة فحسب نمط تروية القافة في مظاهر شعاعية للتشخيص في أورام إلى طبيعة معينة بالتصوير الشعاعي أني بتاخد الصبغة بالطور الشرياني أو بالوريد هالشيء بيساعد على التشخيص وبالأخير ما في شيء بيحسن مثل الخزعة الموجهة أيها تمام دكتور نشك الله طيك الفاف طيب نحن البداية الحقيقية لأمراض الكباد بتكون بالمحاضرة الجاي هاي بس يعني للتنوير هاي المحاضرة ومطلوب للامتحان بس المواضيع اللي يبقلكون عليها موكل النوطة بين إليكن نحن بنبلش مباشرة بفيروسات الكباد مقدمات كلها يعني ما بنا يقع حاليا ففيروسات الكباد موضوع المحاضرة الجاي موضوع مهم ونشوفكم بخير إن شاء الله يعطيكم العافظ الله يعافظ بك الله يعافظ حكيم